أحد جسمه بيأشعر بصراحة لما بيشوف حاجة زي كده جمهور بينده باسم لعيب مصري في أقوى دوري في العالم أعظم دوري في العالم الدور الإنجليزي ما فيش نقاش يعني ما فيش أي دور يتقارن بالدور الإنجليزي خالص يعني وجمهور فرقة من الفرقة الكبيرة جداً اللي عندها تاريخ عظيم في أوروبا وفي في إنجلترا ليفر بول وينادوا ويقولوا زي إيجيبشن كينج ومثلاً في اللقطات اللي شوفناها من شوية دلوقتي بيحتفلوا بأن محمد صلاح هو أول لاعب في تاريخ ليفر بول يقدر أنه هو يسجل أهداف في عشر مباريات متتالية فده إنجاز عظيم وحاجة يعني تخلينا نفخر جداً 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 ونسعد بمحمد صلاح وعقلية محمد صلاح أتمنى أتمنى أن أي واحد من الشباب بيحلم أنه يبقى لعيب كورة يحط صلاح هدفه الهدف قدامه هو محمد صلاح عشان تحاول توصل للمستوى ده وليفل ده عشان بدل ما يبقى عندنا صلاح واحد يبقى عندنا أكتر من خمس ست واحد ست صلاح يعني يبقى عندنا عدد كبير من المحترفين المميزين بالكواليتي ده نفسنا عندنا طبعاً محترفين مميزين دلوقتي عندك عمر مرموش عندك النني عندك مصطفى محمد عندك ناس كتير ماشية بشكل كويس في أوروبا ممكن أن يكون نسيت حد بس وما فيه عدد ماشي بشكل كويس سيحنا عايزين الهدف ده التارجد ده الليفل بتاع صلاح ده المستوى ده هتوصل إزاي بهنا بالعقلية دي عقلية محمد صلاح هي اللي ساعدته أنه هو يوصل بالمستوى المميز فربنا يوفقه رب دايماً ويسعدنا أكتر وأكتر ونفرح به على طول يعني كمان إن شاء الله رب دايما يوفقه كمان هو يساعد منتخبنا الوطني في الوصول لكاس العالم بإذن الله تعالى في كتر 22 ووصقين جداً في لعبة المنتخب والجهاز الفني لكن تعالوا نتكلم